بعد سلسلة طويلة من النضال السلمي والمسلح أعلن في الواكشوت عن استقلال موريتانيا يوم الثامن والعشرين نوفمبر من العام الف وتسعمائة وستين وبهذا الإعلان ولدت الجمهورية الإسلامية الموريتانية دولة مستقلة ذات سيادة مسؤولة عن حماية أرضها وشعبها وما إن أعلن عن الاستقلال حتى عمت الأفراح الواكشوت العاصمة الوليدة يوم ذاك كانت توجه السياسي للنظام الرئيس المؤسس المختار بولدادا يتمثل في توازن حاضر بين الجذور الإفريقية والعربية للدولة الموريتانية مع الاحتفاظ بعلاقات قوية مع فرنسا والمشاركة الكاملة في منظمة الوحدة الإفريقية والسعي إلى الحصول على عضوية جامعة الدول العربية واجهت موريتانيا بعيدة لاستقلال مشكلة كبرى ومشكلة الاعتراف الدولي بها أو أن حنكت الجيل المؤسس السياسية وإدارته الصلبة نجحت في إثبات الهوية الموريتانية فانضمت موريتانيا لمنظمة الأمم المتحدة يوم السابع العشرين من العام 1961 والقى الرئيس المختار خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السادس عشر نوفمبر من العام نفسه لم يكتفي الرئيس المختار ورفاقه بذلك بل واصلوا حتى وطدوا العلاقات مع الكثير من الدول في مختلف القارات بما فيها الدول العربية وحصلت موريتانيا على عضوية الجامعة العربية في العام 1973 لم تكن الجبهة الخارجية الجبهة الوحيدة التي واجهت نظام الرئيس المختار والدادة بل كانت هناك جبهة أخرى داخلية تتمثل في التيارات السياسية والنقابية المعارضة فرأ الرئيس المختار ورفاقه أن تعددية الحزبية والحرية النقابية لا تخدمان المصرحة العليا للبلاد وبالتالي لا مناصة من توحيد مختلف أطياف الجبهة الداخلية وهكذا تجهت الأنظار مرة أخرى إلى ألاق ثم انعقد مؤتمر ألاق عام 1963 فانصهرت معظم الحركات الفاعلة والمؤثرة يومها في المشهد السياسي في حزب الشعب الحزب الواحد الذي حكم البلاد حتى أواخر سبعينيات القرن الماضي وهو ما مكن نظام الحاكم يومها من التفرغ لبناء الدولة ورسم سياساتها المستقبلية رغم أن بعض التنظيمات السياسية والنقابية المعارضة ظلت تنشط فكانت مطالبها بمثابة البوصلة التي قادت الحكومة مطلع السبعينيات إلى اتخاذ قرارات سيادية ترجمة نانسي قنقر